مرحباً بالجميع، مرحباً بكم في قناتنا. في هذا الفيديو سوف أذكر عشر مشاكل شائعة أن سيارات كي ينريو من 2012 إلى 2017 معرضة للتجربة. رقم واحد بعض محركات 1.6 لتر في الموديلات الأولى من هذا الجيل معرضة لحرق الزيت. إذا لم يقم مالك سيارة بفحص مستوى الزيت بشكل دوري، فهناك خطر حدوث عطل كارثي في المحرك بسبب نقص التزييط. رقم اثنان تميل بعض هذه المركبات المجهزة بمحرك جي دية سعة 1.6 لتر إلى توفير استهلاك وقود أقل بكثير، مما هو معلن من قبل الشركة المصنعة. رقم ثلاث محرك مروحة الرادياتيري في بعض هذه المركبات عرضة للتلف المبكر ويجب استبداله. رقم أربعة المحرك البادئ في بعض هذه المركبات عرضة للفشل بين 120 و150 كيلو متر ويحتاج إلى الاستبدال. رقم خمسة الأسلاك الكهربائية المغطاة بعزل السوية معرضة للمضغي من قبل القوارد، مما يسبب العديد من المشاكل الكهربائية. رقم ستة محامل العجلات في بعض هذه المركبات عرضة لأن تصدر ضوضاء قبل 150 ألف كيلو متر وتحتاج إلى الاستبدال. رقم سبعة أحذية المحورس في عرضة للتمزق بمرور الوقت، مما يتسبب في دخول الأوساخ والماء، مما يتسبب في تلف مفصل السيرة الذاتية، ويلزم استبداله. رقم ثماني إن مضخة المياه في بعض المحركات ساعة 1.6 لتر معرضة لتسرب سائل التبريد قبل أن تصل السيارة إلى 150 ألف كيلو متر وتحتاج إلى الاستبدال. رقم تسعة ضاغط تكييف الهواء في بعض هذه المركبات عرضة لتجربة عطل سابق لأوانه، مما يؤدي إلى عدم إصدار نظام تكييف الهواء للهواء البارد. رقم عشرة تكون صدمات التعليق في بعض هذه المركبات عرضة للتآكل السريع، خاصة عند قيادتها على طرق وعرة بشكل متكرر. عندما تتلف الصدمات، فإنها تسبب ضوضاء شديدة عند القيادة فوق المطباط. هذه هي عشر مشاكل شائعة قد تتعرض لها سيارات كيانريو من 2012 إلى 2017. أتمنى لك يوم جميل.